العملية العسكرية عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية تتواصل في اليمن طيران التحالف قصف مواقع لمجموعات حوثية في محافظة صعدة قرب الحدود مع السعودية كما قصفت قاعدة الدلمي ومواقع عسكرية أخرى في صنحاء المتحدث باسم عملية عاصفة الحزم أكد أن قوات التحالف تسيطر على كامل الأجواء بعد أن دمرت معدات عسكرية استولى عليها الحوثيون من جهة أخرى وخلال مقابلة تلفزيونية وصفت سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة حرب بلاده في اليمن بحرب الضرورة وأضافة لم يكن لدينا الخيار حاولنا القيام بكل ما بوسعنا لتجانب ذلك الاتفاقات كلها وقعت بموافقة الحوثيين الذين تراجعوا عنها في النهاية وواصلوا في السيطرة على مناطق عديدة في البلاد متجهين نحو عدا كان يجب علينا تدخل التحالف الإقليمي وكد أن الحملة العسكرية ضد الحوثيين ستستمر وحتى استسلامهم فيما أكد مسؤول سعودي أن الحرب البري ستكون ضرورة في نهاية المطاف ترجمة نانسي قنقر